أهمية التلخيص يوفر الوقت المطلوب للاطلاع على الكتابات المطولة كالتقارير والمقالات والبحوث قد يضيق ببعضنا الوقت وهو يحتاج إلى معلومات في مقالة طويلة أو كتاب طويل أو بحث طويل وهو في يعني مثل ما نقول محاصر بالزمن فهذه التقارير تسهل عليه الحصول على ما يريده من خلال نص مجاز من أهمية التلخيص أيضا أنه يوفر المجهود اللازم لمتابعة الأعمال المكتوبة كالرسائل والطلبات الأولية ومحاضر الاجتماعات نحن قلنا أن التقارير أن البحوث يعمل لها ملخصات هذه الملخصات تساعد على توفير الوقت وتوفير الجهد لقراءة هذه الأعمال من أهمية التلخيص أيضا أنه تدريب عملي على الكتابة وتطوير للمهارات لدى الملخص إنه اختبار لقدرته على الاستيعاب واسترجاعه المنظم للمعلومات وخبراته الكتابية التي يكتشف من خلالها أسلوبه المميزة في الأداء الكتابي إذن هو بمثابة تدريب عملي واختبار ذاتي هو اختبار ذاتي وتدريب عملي للدارس للملخص يختبر من خلاله قدرته على تجميع المعلومات على إعادة تنظيمها وتنسيقها على يطور أسلوبه في الكتابة يطور لديه مهارات متعددة الحفظ، التذكر، الاستيعاب، الاستنباط، الكتابة أيضا الكتابة بأسلوب جيد لأنه سيستفيد هذا الأسلوب من النص الأصلي مما تبرز معه أهمية التلخيص أنه تنمية لجوانب كثيرة في شخصية الفرد كالقدرة على التركيز ودقة الملاحظة والنظام والإتقان وهذا مأخوذ من الأهمية السابقة أخيرا تعويد الملخص على الكتابة المكثفة وتنمية سيطرته على اللغة أي أن الملخص سيكتسب مهارة إصابة النقطة إصابة الهدف من غير أن يطيل في كلامه يتعود على هذا الأسلوب، أسلوب الإيجاز في الكتابة، في الحديث من أهمية التلخيص أيضا أنه يعمق نظرة الكاتب ونظرة القارئ بالتركيز عند التلخيص على أهم النقاط والتركيز عند القراء على الجوهر هذه النقطة مهمة جدا أن الشخص يتعلم كيف يصيب ما يريده من غير أن يملأ أو يحدث إملال لدى المتلقي يمكن التلخيص الكاتبة من الإفادة من كل ما يجمع من معلومات وما يتوصل إليه من استنتاجات وما يقترح من تصويبات وعرضه بشكل مركز ومنسق ومنظم عندما يمتلك الكاتب مهارة التلخيص فإنه يصبح قادرا على تنظيم معلوماته واستنتاجاته وتقديمها في صورة واضحة ومركزة من أهمية التلخيص أيضا أنه يعطي الكاتب ثقة في نفسه عندما يلمس قدرته على الاستيعاب وجهده الشخصية في الصياغة وتعبيره عن الكثير بالقليل فيحس بالنجاح والاستعداد لآفاق أوسع وأرحب إذن من هذه الأهمية يتبين لنا كيف أن مهارة التلخيص تكسب صاحبها ومتقنها ثقة في النفس جانب نفسي تعلي لديه قدرات ومهارات وبالتالي يصبح شخص واثق من نفسه وشخصية اجتماعية جيدة أخيرا التلخيص ضروري لنشر أعمال معينة كالبثوث والتقارير المطولة حيث يحتاج أصحابها إلى تلخيصها بإبراز عناصرها الأساسية بكلمات موجزة مركزة وعبارات مكثفة مثل ما قلنا سابقا التقارير والبثوث هذه أعمال قد تكون طويلة طويلة جدا أو حتى طولها لا يعني ربما من يتلقاها لا يملك الوقت الكافي لقراءة النص الأصلي فتأتي هذه التلخيصات لمساعدتنا أعطي مثالا سريعا على هذا عندما نريد أن نشتري كتابا التلخيصات التي نجدها في آخر العمل أو في أوله في آخر الكتاب أو في أوله تعيننا على معرفة إن كان هذا الكتاب جديرا بالقراءة هل يستحق أن ننفق عليه وأشتري أم أنه ليس مطلبي وهكذا أيضا بالنسبة للتقارير وغيرها يعني إذا قرأنا الملخص كأننا قرأنا النص الأصلي ترجمة نانسي قنقر